موسيقى يكون فكرة مهمة جدا كان للبنان كوطن بالعالم وكان للإنجازات العالمية اللي قدر حققت يكون أول لبناني قدر أنه يوصل لقمة الأغلاست أول لبناني يوصل للقطب الجنوبي للقطب الشمالي ويحقق طموحات كبيرة ماكسيم أهلا وسهلا فيك طبعا اليوم نحن عم نصديفة كمان خاصة بعد الرحلة الأخيرة اللي قمت فيها بالنسبة للقطب الشمالي ويلي منعرف أنه هالرحلة كانت واحدة من أصعب رحلاتك يعني رغم أنه نعرف إذا الشمالية هيمالية صعبة نعرف إذا الشمالية صعبة ولكن هالمرة حسينها ماكسيم كان من أصعب الرحلات اللي خادها بالنسبة للقطب الشمالي بتخبرنا شوي التفاصيل كيف تحضرت كيف كانت الرحلة لألك وكيف كانت نتيجة مظبوط كانت أصعب وحدة مش من أصعب وحدات بس أصعب وحدة وأنا كنت عارفة الشي هيدا بس ما بخبي عليك أنه مع أنه كنت عارف أنه ستكون صعبة كتير طلعت أصعب من ما كنت متصور كيف تحضرت فينا نقول أنه ولشت تحضير من زمان مثلا بالألفين واربعة أنا رحت للقطب بس شست بس مسافة درجة وحدة يعني ستين نوطق المايل تقليبا مئة وعشرة كيلو مات سنة الألفين واربعة هيدا كانت مع شخص مميز من النروج اسمه بورجي أوسلند ومع بورجي يلي بين هللين كتب لي المقدمة لكتابة اللي لاحيصدر قريبا رح نحكي فيه إلي خلالها كمان مع بورجي تعلمت كل هالوسائل يلي واحد تقنية بيدير بيله لنفسه فيها لما بكون البرد شديد جدا بقى كان عندك محاولة قبل بالقطب الشمالي ولكن مش هالمسافة كلها يلي أطعناها مضبوط أنا قبل مش محاولة إنه أنا بلشت من 89 درجة زتتنا الهليكوبتور روسية يعني فيها موضح يعني هون كيف تبلش الدرجة اللي كنت عم تحسبها لما حط وقت حكيت مثلا رئيس الجمهورية أنا على الدرجة كذا هون كيف كنت عم تحسب أنت للوصول نقطة الهدف طبعا كم درجة وكيف كانت على الكرة الأرضية بتعرف عنا الخط كيف قال الإكويتور خط الإستواء هيدا سفر درجة بعدين بصيروا يطلعوا بعدين أقصى شمال الكرة الأرضية هي 90 درجة نقطة واحدة ما بتعود دوير نقطة واحدة بس القطب شمالي وتسعين درجة شمال قطب جنوب وتسعين درجة جنوب نحن انطلقنا هالمرة هالرحلة طويلة من أقل شوية من 83 درجة شمال يعني اشتزنا أكتر شوية من سبع درجات سبعة ضرب ستين 420 نوتيك المايل يعني تقريبا 800 كيلومتر طبعا انت واحد يشتاز ومبدو ما يمشي مسافة كانت فكرة واضحة كيف حسابات وكيف كانت المسافة في 2004 انطلقت من 89 درجة بسموها the last degree آخر درجة من 98 إلى 90 ما في شي اسمه 90 فاصلة 90 يعني القطب قوة نقطة واحدة يعني على القطب ما في واحد ده بعد يطلع أكتر على القرى الأرضية وهذا كان تحضيرا لهالحملة هاي هلأ بعدين من وقتها لهلأ صار فيه كتير تحضيرات اذا كان جسدية وانت بتعرف بالنسبة للتمرين انت كمان تتمرن تقريبا كل يوم اذا مش كل يوم والتمرين النفسية لانه هايدي مهمة كتير طبعا واللي كمان مهمة كتير هي التحضيرات اللوجستية يعني بقعد انا بمكتبة من الفجر للنجر مع خط انترنت جيد بس تحت حضر سفرتي شو بدي اكل شو بدي اشرب ايا عدة بدي استعمل نوع الاكوبمنت وإلى آخر يعني تنفوت هون فيهم هيك كل نقطة بنقطة يعني تحضيرك كان أول شي تقنة مثلا انت شو كنت عايز هوني كنا عم نحكي شوي صغيري كمان تتعرف وجهة وصولك يعني تتعرف أنا موجود اليوم بمحيط تلج او جليد انه طيب انا وين كيف دي اعرف اوصل اوكي في جي بي اس ولكن اليوم تقنيتك اللي كنت عم تساملها هوني كمكان اكتر جي بي اس داشت البطاريات وما بضعينه انه شو كنت وسائل عم تعتمدت اتوصل اضافة تحضيرات طويلة جدا اكيدة بالنسبة للعدة اللي ما نستعملها يعني التياب شو نوع سكيات اي نوع مزلاج مزلاجة فيه اكل 85 او 90 كيلو وتصور عم بتدركب على الجليد اذا ما كان اوه ونكسر شو بعمل كيف بدأ رجع نقول كل هذه الاشياء مهمة كتير وما بتجي الا مع الخبرة اذا انا من اول نهار قلت بدي اوقف على اكيد انه ما بوسيل خاصة انه بلشنا بكير كتير اربع اذار كانت بعد الشمس ما شا رأيته كانت الحرارة متدنية جدا 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 يعني قلت الوسط لتحت الاربين 50 درجة شوفنا 60 تحت السفر اللي هي شغلة فعلا ما بتمنيها لحدا بالنسبة للمعدات للمليحة اللي حكيت عنها اللي فعلا هيدا شغلة انا بحب كتير ومن سنة 2004 عم فكر به الموضوع هيدا وهلأ ما اتمقلت لك كتبت افكار لحتى ابعتهم لشركات الساعات الكبار حتى يعملوا ساعة بتستوحي من المليحة القطبية بدي ساميها بولر اكسبورر منستعمل اكتر شي مع انه الجي بي اس موجود بس ما اتمقلت بطارياته ما بيداونه ما في ندال مدوره كل نهار وإلحق لانه 40 تحت السفر و45 و50 تحت السفر البطارية ما بتضاين ابدا ابدا بنستعمل وحتى البوصلة واحد ساعة بيستعملها وهون بقلك انه البوصلة منها دقيقة بشكل بوصلة دقيقة بس في شي بالبوصلة اسمه البوصلة بتدلك على القطب الشمالي المغناطيسي يلي هو بعيد لما نكون موجودين فوق عن القطب الشمالي الجيوغرافي يعني الدكلينيشن لما قربنا للقطب صارت 120 درجة حسب حيناء طبعا مظبوط يعني اذا دلتني البوصلة هيك انا لازم روح تصور قديش تقريبا عكسها اذا منفكر فيها القطب الشمالي المغناطيسي موجود بشمال كندا اذا وقفنا بينه وبين القطب الشمالي الجيوغرافي الدكلينيشن بتكون 180 درجة يعني اذا قردت للبوصلة يروح هيك بدي ابرم وروح لورا عكسها تماما تماما بس اكتر من هيك نستعمل الشمس للميلاحة بمختصر مفيد يعني وسيلة بدائية فينا نقول مظبوط بدائية بس رهيبة لانه ما بتخرم ابدا البوصلة اللي كانت معنا على البرد الشديد المي اللي جويت البوصلة الليكود اللي جويتها صار فيسكس صار كتير سميك ما جلت بس صار كتير سميك ما عادة تبرم فيها الابرة والجي بي اس إذا البطارية منا محميها وحطتها بجيبتي وما الحسله ومنتبه لقيله ما بيدور فلزيك لازم تكون في عندك هالوسيلة هي الشمس الشمس ما بتخرم وحتى لما ما تكون الشمس مبيني نستعمل الهوى الهوى بيجي دايما من مطرح واحد بيغير بس إنه ما بيغير بسرعة بس الميليحة عبر الشمس فعلا شغلة رهيبة وبشوف واحد قديش يعني شمسي أحددلك تيجيه دايما يعني هي مية بالمية صح مية بالمية صح ما بتخرم أبدا ما بتغلط يعني أديما لما كان يلحق النجوم النجم القطبي يعني بالفعل أنه بعض الإنسان بيرجع على الأمور العتيقة الأدين أكيد لازم يجعل لأنه هيدوليك الوسائل لابد أنه تخرم في أيام بس تواحد يستعمل شو الشمس الكاميليحة لازم يعرف شو وقته المحلي يعني قديش هو غرب أو شرق جرانيش مين تايم جرانيش مين تايم صفر نحنا كنا تقريبا 55 أو 80 درجة غرب لأنه كنا شمال كندا بقى هيدا شغلة مهمة وفعلا موضوع رهيب إذا واحد بتعمق فيه حكينا هركن هون تتحمل هالدرجة الحرارة مكسيم فيه تحضير كمان بدنة منعرف أنه مشكل إنسان بيتحضل وإنت اليوم كونك كنت رياضة بطل لبنان من أبطل لبنان بالدراجات يعني عندك هالإندورنس يلي تتحمل قدرة التحمل موجودة فيك ولكن اليوم شو الإشي اللي كنت عم تعتمدها يعني منعرف أنه في أيام كان عم يرحق حوالها 8000 وحدة حرارية يعني هود يعني كيف كان المصروف طبعا كيف كانت عم تأكل كيف كانت عم تتغزى أو كان عندك وسيل خاصة مشان تقدير تواجه فيه هالمخاطرة هايدي أكيد إذا شخص رياضة بيعاني أقل بس كون أكيد أنه أي شخص إذا حط عقله براسه فيه يتحمل كتير كمان هون منشوف أنه جسم الإنسان شغلي رهيب يخلق لابنه هذا بنمصدل بالأخير وكيف ما زتيته بحياله محيط بتكيف بتكيف بتأقلم البلاستيك كسر على الخمسين وخمسة وخمسة وستين تحت السفر البوست بطلت تمشي ولكن فعلا جسم الإنسان شغلي رهيب إذا عطيته وقته يتأقلم بيتأقلم ويصير يثيبر بهالمحيط الوحش إذا فينا نقول هلأ بالنسبة للوحدات الحرارية هي مظبوط أنا كنت عم بيكل بآخر المشوار ثمين تلاف وحدة حرارية كل يوم مش بس أنا زملاء اتنين كمان وهيدا رقم هيل ما كنا عم نستعمل بس الوحدات الحرارية لأنه كنا عم نجر مزلجنا لمدة خمسة عشر ساعة بالأخير كل يوم خمسة عشر ساعة شغال شاقة بس كمان واحد بيستعمل الوحدات الحرارية حتى يحارب البرد البرد طبعا حتى إذا ما عم تعمل شيء بتكون كبيرة فلزيك لو يزي موحد يأكل كتير أنا قبل ما روح زد تقلي زد تقلي 12 أو 13 كيلو قبل ما أمشي هذا كله فات كله فات مصبوط كان لازم زيده فات مش مصر ليش لأنه جرام عدم بيعتيك 4.5 كيلو كالوريز جرام شحم بيعتيك تسعة بقى للأسف انجبرت نصح حالي وكانت شغلي من نهيني العالم كانت عم تحسدني بس أنا ما كنت عم بقدر زيد وزني هلأكيد فيه جوتفات وفيه باتفات طبعا جربت أنا عايكون الجوتفات يعني الإشياء اللي ما بتضر وما بتزيد الكوليستيرول بس ما كانت هيني وما قدرت زيد وزني كفية كنت حابة بأن أوصل إلى 25% نسبة الشحم بالجسم ما قدرت أطلع فوق 18 بس مشان هيك لما رجعت كنت خسرت 14 كيلو ونص بس هلأ رجعت عودت أغلبيتم هالمخزون هيدا ساعدك تتوصل ما وصلت لوقت أنه تلقي مرات حالك أنه هالمخزون منه كافي بتوصل لمرات لناحية الانهيار يعني الانهيار النفسي الجسدي عرفت هي في الطاقة الموجودة وصلت لهالدرجة الشيء الحمد لله بهالحملة لا ما وصلت ليش لأنه هالحملة كان في عندي تغزيتين ويستطاع وصلت على خلاص ممكن ما وصل يعني تنذكر وما تنعاد فعلا قربت للانهيار العصبة تقريبا إذا لأنه معاد في قوة بجسمي يعني كنت شي وصرت شي تاني كنت قدر أوقف وامشي بطل فيني أوقف وامشي وأنا موجود ومجبور امشي بقى لا هالمرة الحمد لله ما وصلت لأ لا ليش لأنه أولا زيت تقلي بطريقة تقريبا جيدة وتانيا كنت عم بيكل بالآخر 8000 واحدة حرارية على القطبل الجنوبة ما تخطيت الـ 5500 مع أنه كنت عم بحرق 12000 إذا واحد ما عبى بنزين كفاية بدأ تفضل سياد وشي نهار طيب بالنحية هلأ هالإنجاز وصلت بالآخر وصل اليوم ماكسيم وشك العالم لبناني بالفعل يعني نحنا كل العالم تابعت بلاحظتها لما حكيت مع رئيس الجمهورية دعماد مشيل سنيمان لما الصحافة كلها حتى الـ OTV كمان كنت لقدت أنت ويهون على الهوى ديراكت شو كان شعورك هون هالتعب كله صواير اللي عم تقوم فيه وهالمجهود أنه أنت بالأخير شو كان هدفك وطموحك ليش عم بعمل هالتعب هالمخاطرة في عندك ولادك عندك عائلتك عندك مؤسستك وراك يعني نتيجة أنت شو كان الهدف تبعك تعرف كنت عم فكر بهاللحظة هايدي الوصول على القطب كل المشوار كل ما يكون في عندي صعوبة والله بيعلم قدش كن في صعوبات كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم مدى النهار صعوبات كل شي صعب بهالمحيط الوحش حتى أنا ما يجيني أفكار سلبية كنت فكر بكبر الهدف اللي معقول حققه أنه اليوم في أربع أشخاص بالمسكونة حققوا الإمم السبعة والأقطاب الثلاث أنا واحد منهم ولبنين بلد من هالأربع بقى هاللحظة هايدي كانت مميزة وكنت فكر فيها دايما تحتى هالمشاكل يلي صعيهن كبار يصغروا كتير لما فكر أنا بكبر الهدف اللي معقول هاللحققه يعني اليوم اللبنين شو كان بيعني لك وديش بني رجعاتيك يعني هل عم بحكي مع كمان المخرج نعمل لك طابع خاص لمكسيم شاية مصبوط نعمل طابع بريدة ونعمل طابع مالي ونعمل كروت كلام وأنا أعطيت منحت أوسمة وبالصراحة هيدول أكتر بكتير من ما كنت متصور وبركي أكتر من ما بتستاهل بالصراحة أنا ما عملت هالشي هيدا ومنتظر وبصراحة أبدا ما كنت فكرت ولا بحلمي قبل ما بلش أنه اللي أنا اللي حعمله معقول يعطي هالقد إيجابية من قبل الشعب اللبنان وحتى الشعب العربي ما كنت متصور أنه رح تكون هالقد إيجابية هالردة الفعل مشان هيك أنا بشكر كل العالم يلي بيشوفوني بالشارع بقولولي مكسيم كبرت لنا قلبنا ومنشكرك وكذا بشكرهم على تقديرهم للعمل اللي أنا عملته مش لقلي بس للبنان ومش بس للبنان هلأ للأجيال الأدمي يعني هو حقيقتا تعرف دائما الشعب وخاصة جيل الشباب اليوم كذا عم بتابعك أنه بحس حاله فيه اليوم فيه مصدقية عند الشخص الرياضي اللي عم يقدر يوصل بطموحاته بتعبه قدي عم بتضحي تتعمل هالنجاز الكبير هيدا أنه بصير فيه نوع من الصدق يعني بالفعل يعني النظافة بالروح أو الإنسان يعني مشين هيك بصير فيه احترام لأله فيه تقدير لأله أكتر من الأشخاص يمكن اليوم يلي منشوف الوضع عادة كيف بيكون مكسيم بعرف هلأ أنت عم تحدر لكتاب يعني يمكن صار على آخر متماعرفت عم تشمل فيه كل إنجازاتك من وقتا باللشت يمكن القمم السبعة على أفريست قطب الجنوب قطب الشمال هلأ هيك أنت كملخص وين بتلاقي حالك يعني هل فيه نوع من يمكن فينا نقول شي بيشبه بعضه بهالأربع النقاط الصعبة اللي عملتها بحياتك يعني فيه شي مشترك بينتون شو هو وشو كل واحد كانت تتميز وبالنسبة لأيلك يمكن بعد فيه تموحات أكتر من هيك الكتاب هو بينتهي فعلا هالكتاب هذا اللي هو باللغة الإنجليزية عنوانه ستيب دريمز ماي جيرني تطوبة الويرل زي ما نترجمها منقول أحلام شاهقة رحلتي إلى أعلى قمة في العالم هو بنتهي على قمة أفريست لأنه هذا تحقيق الأمم السبعة مع كل الأمم اللي تسلقتها تحديرا للأمم السبعة وكل فصل بيحتوي قمة مع صور عديدة بتخبر القصة الصور وهيكي مثل دروس أنا تعلمتها بس دروس بسيطة من بعد نقل راد بيصير في كتاب تاني للأقطاب الثلاث بيكون معمق أكتر نقل راد ومع أفكار أكتر وتلخيص أو مختصر مفيد عن كل اللي أنا اكتشفته بكل هالرحلات هالكتاب هيدا متما بتعرف أنا خلص إلا أرجع ريت أتأكد قبل ما نطبعه بس إن الله راد بيصدر على المكاتب وإلى آخره أواخر الصيف خاصة إنه متما بتعرف بيروت هي العاصمة العالمية للكتاب أكتب 2009 وبتأمل إنه كتابة أكيد ما حدا بقول عن زيتيتو أكرين بس أنا بعرف شوف فيه غير كتب بهال بهالمجال هيدا بالعالم وكتابة إذا مش أفضل واحد من أفضل كتب بالعالم بهالمجال هيدا أجواب عن السؤال هلأ أنه أنت شو كان إشيا هلأ إذا ما كانت أكيد تذكرهم بالكتاب بشو الإشيا كانت مشتركة بهال إنجزات أو المخاطرات اللي قمت فيها إذا بدي لقي شغلي إنه تكون مشتركة بينتهم كلهم أنه دايما فيه هدف واحد فيه صعوبات كتيرة ويلي هدفه الأمة كله البقى تفاصيل تصفك تصغر كتير هالصعوبات الله بيعلم أديش كان فيه مشاكل بس المشاكل بحض نفسها إلى حدود إلى حلول وإذا كل ما تقدمت مشكلة بدل ما نعيط ونصرخ ونحط الحق على غيرنا إذا حلينا لهالمشكلة تقدمنا شوي صغيري نحو الهدف دايما كان هيدا فكرة الأساسية إنه ما تفكر بهال مسائل الصغيرة تفكر بالهدف الكبير اللي معقولت حق يعني إنت شو علمتك هون مكسيم من 6-7 سنين لما بلش بأول خطوة لألك هل كان مكسيم هل أدي على عنده يعني قدامه يعني ما تروحة قدامه الصعوبات كانت يما لما عشت عشت أكتر حسيت فيها أكتر علمتك شو علمتك كل هالإشياء غيرت بمكسيم شاية شيء أو لا من الأول أنا كنت عارف إلي أنه ما في شيء هايين بس ما في شيء مستحيل وقتا قلت لنفسي لما كان بدي برهن لنفسي أنه أنا لو عشت بمجتمع طبيعي بدون حرب كنت قدرت صرت محترف برياضة أو أخرى قلت لنفسي أنه إذا غيري حقق الأمام السبعة كانوا 60 أو 65 واحد بالعالم حققين وقلت أنا ليش أنا ما فيني ليش إني أحسن مني بقى هيدا هيدا اللي بجري بقوله لكل شبابنا لما روح على المدارس وهيك أنه ما في شيء هايين بالحياة متفقين على الشغل بس ما في شيء مستحيل بس أنت بشخصيتك عطيتك شيء جديد يعني غيرت لك بشخصيتك يعني صرت تحس أنه الإنسان اليوم بالحياة أنه بده يتكل على حال وديش إرادة يعني إلتالك شغل كان مهمة أنه الإنسان ده بيتكيف مع الطبيعة بالآخر يعني أنه أنت كشخص رغم أنه هلأ يمكن بعرف عندك بعض الإصابات هلأ نتيجة آخر مشوار لا لا ما عم تحكي فيها ولكن هالشي هيدا قداش أثر عليك هل بتعيد بعد مكسيم أنا بعرف أنه أطبش مالي ما بعيد هادي شيء أكيد لا ما بعيد لأطبش مالي أفرس بركي عيده بس أطبش مالي لا أو هل انتهت هون كل مغامرات مكسيم بس نحصد يلي بركي أنا زرعته بهالجيل الجديد يلي فعلا عنده طاقة وإدرة أكتر بكتير مما هو بتصور مثل ما أنا كان عندي هالطاقة وإدرة ولوما أنا علعتها من نفسي وكانت بركي ضلت جوا وهون ما بريد أنه أي شخص في لبنان خصوصا هالجيل الجديد هالجيل الجديد عندهم طاقة وإدرة رهيبة قديشون سرعين أسرع من الأسات زي بالمدارس مظبوط يا ملاء وما حرام شي واحد أو وحدة من شبابنا أو شاباتنا يكون في عندهم موسيقى داخلهم وتبقى جوا ما يعصفوا ما يطلعوا يعصفوا هذا اللي أنا بريد أقوله أنه مين مكان في يعمل شو مكان إذا حط عقله براسه ولكن هل بيقدر يعملها لوحده أنت اليوم كان في وراك مؤسسة طويلة عارضة ساعدت ماكسيم أنك تقدر تحقق هالإنجازات هل بيقدر الإنسان يعملها لوحده أنت بنظرك أو بدك مين يساعدك أكيد المساعدة بتساعد بس بده هو يقوم ويوقف هو بده يبديها ما في حدا يبديها عنه هو لازم يكون أو هو أو هي يلازم يكون عندهم هالشغف حتى يحققوا الحلم أو الأمني أو الطموح اللي عندهم إذا ما هني بلشوا كونوا أكيدين ملح يعني أنا ما أجتني من السماء يعني طبعا ربنا ويكبني ودايما أنا قريب لإله بس بده واحد هو يبدل المسيرات حتى بعدين يجي حدا يدعمه ويعطيه الجواني مثل ما أنا بتعرف المؤسس اللي دعمتني ماكسيم ما أعرف إذا في شي بعد عندك شي كلمة أخيرة تحبط أولى اليوم للشباب اللبناني للبنان نتيجة هال المغامرة أخيرة لإلقائنا قللون أنه هني نفسهم وهني مستقبل بلادنا ما ما يفكروا أنه حدا تاني لحي لحي يأمنون مستقبلهم هني بدهم يأمنوا مستقبلهم وكل واحد منهم عنده طاقة وإدرة أكتر بكتير من ما بيعتقدوا وكدولة كوطعا كدش بحاجة أنت بتحس أنه كمان يصير فيه اهتمام أكتر شوي بهالنشاطات وهذه يأكيد هلا أنا قدر خود مسابقات وقدر أبرز كن فيه إشي أهم بدأت تهتم فيها بلادي كنا بحرب لسوق الحظ بس بعتقد هلأ صار في صار فينا نبلش نهتم بهالجيل الجديد يلي متماقلنا اللي عنده طاقة وإدرة كتير كبيرة وبالنتيجة لحي لحي لح تصب هالطاقة وها الإدرة بالبلاد يعني للمستقبل مكسيم شاهية نحنا مشغك اليوم لوجودك معنا نتأمل أنه أو أهداف أو طموحات تقدر تحقق بعض بالمستقبل وإذا كانت هون عم تختم إذا بدأت حياتك المغامرات طبعك كمان كون أنت حققت إنجازات كبيرة إن كان لألك شخصيا لعائلتك وإن كان للبنان يلي هيدا كان أهم شيء نشرك لألك اليوم بوجودك معنا شكرا لألك مشاهدينا هتوقف مع فصل أصير ومنرجع متابع بقية فكرات يوم جديد